ومعنا أول سؤال النهاردة من الأستاذة أحلام من السويس وأستاذة أحلام تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاته أستاذ أحلام ربنا يزيدك علمني حضرتي الشيخ الله يرضى عنك وبارك فيك ربنا يخليك سنميلي على الأطفال اللي أنا سامع صوتهم دون يعني هو فعلاً ربنا لما يبتلي حد في الرزق في العيال في أي حاجة بيبقى فعلاً ربنا بينتئم البناهة دا يعني مثلاً كنت في شركة وانفضلت معاك عائل يعني أي حاجة من أمور الدنيا دي هسألك سؤال هسألك سؤال خليكي معايا أستاذ أحلام وسؤال الثاني بيقولك يعني في حديث من تتبع عورات أخي تتبع الله عوراته وأفضحه فيه فأنت مش ما تتبع بس أنت شايف حاجة قدامك أنت من غير ما تتبعها يعني شايفها وشايفها دي غلط وشايف بس مش عارف تتكلم أو مش عارف يعني تقول أقولك تعمل يا أستاذ أحلام أقولك تعمل إيه بس ممكن تسمعيني يا أستاذ أحلام أسألك سؤال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما بتولي وحوصر في الشعب مك في الشعب في الشعب كان حضرت النبي كان هو الصحابة بيعملوا إيه كانوا بيضحوا بحياته من أجل الحفاظ على هذا الدين صحيح؟ صحيح طيب لما حصل رسول الله سلم ما حدث معه في الطائف طيب ما حدث مع الصحابة ومع رسول الله في أحد ما هو بعد إذن واللي حصل معصر استني بس أكمل أكمل يا أستاذ أحلام دولة أنبياء ربنا اختص لا 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 أنا أكلمك على سيدنا يا أستاذ أحلام أستاذ أحلام أستاذ أحلام أستاذ أحلام أستاذ أحلام أنا عايز أسألك سؤال أسألك سؤال كل الذين يعانون لابد أن يكونوا من أصحاب المعاصي لا يبقى أنا لازم أجاوب حضرتك أنا أردت بس أن أنا أسمع منك دي عشان أجاوب على حضرتك تعالي بقى أجاوب على الأستاذ الأحلام في السؤالين بتوعي السؤال الأولاني لا ليس كل من البلاء البلاء باب من أبواب جذب الإنسان لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لما يبتلي إنسان والبلاء على فكرة مفهوم محايد يعني يا قد يكون البلاء بالخير وقد يكون البلاء بالشر فالبلاء والاختبار يعني مين اللي قال النبس الذين هم في الشدة مبتلون بالعكس كمان اللي في الخير مبتلون هذا عليه عبادات يفعله هذا عليه عبادات يفعله الذي في الشدة عليه بالصب والذي في النعمة عليه الشكر وكتير من الأحيين بعض الأحيين بيبقى الشكر أصعب من الصبر وقد يكون الصبر أصعب من الشكر ولكن الكل في إيه؟ مش في ابتلاق بمعنى الاختبار وأن الله سبحانه وتعالى يضع الشدائد على العباد ولكن الله سبحانه وتعالى يوقز العباد الشدائد مهمتها أن يقاض العباد لأن العبد كتير من الأحيين بإيه اللي يحصل؟ يستزغر نعمة ربنا لما يكون الواحد يقول لك أنا دايما أبتلا 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 فهو مستزغر لنعمة ربنا فيقول لك طب ليه كده ربنا بيضيق علي لو نظر في الحقيقة سيرى نعم الله كثيرة لكن هو بيقول كده ليه؟ بيقول بقى عشان المعنى اللي حضرك بتقولي ده في بعض الأحيين لما الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى هو عايز خايف أو من عذاب الأخرة فيعمل إيه؟ نفسه الأمارة بالسوق تقول له إيه؟ عارف المصائب اللي انت فيها دي؟ كلها من ذنوبك دور لك بقى على ذنب وجلة نفسك وتخليه عايش في كآبة وتخليه دايما متصالح مع إن الشدائد دي تكسره فيبقى متصالح مع تكسير الشدائد ليه والشدائد لا تكسر والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده ولطيف بعباده يبقى إيه اللي حاصل؟ لما تجيلك شدة تفهم إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبك ولكن يريد أن يهذبك ربنا يريد أن يهذبك يريدك أن تخرج مما أنت فيه دي لتذهب إليه ولذلك احنا بنفهم إن الشدة إيه؟ شدة جذبة للعبد إلى الله أول حاجة بالنسبة للأستاذ الأحلام لازم ترى إن الله يجذبها منها الكآبة الإحساس بإن هي مش إنسان كامل ولا إنسان مناسب عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الخير جلدك لذاتك ده مش هو اللي يحللك مشكلتك لكن عملك واسترارك على العمل الصالح حتى لو كان العمل الصالح ده إصلاح حياتك في أسرتك وإصلاح حياتك في عملك هو ده واجب عليك هي دي عبادتك إن أنت لازم تعبود الله سبحانه وتعالى بيها إن أنت تفعال الخير تفعال الخير في أسرتك وتفعال الخير في ما يعود عليك بالسعة والوسع المعنى الثاني اللي يتتبع عورة الناس لو هو شايف يغض بصره مين أنا لنغض البصر بس عن المسيرات لأ غض البصر كمان عن عورات الناس العورات النفسية وعورات الناس ما تنظرش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تحدثوني عن أصحابي فعشان كده كمان لما نشوف عورات الناس ونشوف أخطأهم نغض بصرنا عنهم عشان نسترهم فلازم نعمل كده نعم